السعودية تحت مرمى هجمات متكررة تستهدف قطاعها النفطي بشكل خاص وناقلة نفط في ميناء جدة كانت هدف الهجوم الأخير بي دابليو راين ناقلة تابعة لشركة حفينة مقرها سنجافورا كانت تفرغ حمولتها عندما تعرضت لضربة من مصدر خارجي ما تسبب باحتراقها بحزب الشركة السلطات السعودية لم تؤكد وقوع الحادثة على الفور ولكن الشركة المالكة قالت إن الهجوم تسبب بأضرار في جسم السفينة هذا الانفجار شبيه بانفجار آخر استهدف ناقلة نفط يونانية في ميناء الشقيق بالسعودية في نوفمبر الماضي وكانت تهم التحالف بقيادة السعودية في اليمن الحوثيين بارتكاب هذا العمل وفي حين لم تتبنى أي جهة مسؤولية الهجوم الأخير يأتي هذا الهجوم في وقت يكثف الحوثيون هجماتهم على المملكة تزامنا مع تعيين إيران لقيادي في فيلق القدس حسن إيرلو سفيرا لدى الحوثيين